موسيقى علاقة دي المغربة مع الجزائر كيفاش كنشبهها أنا كنشبهها بحل شي زلزال وقع في شي منطقة معينة ذك الزلزال الأول يحذيث واحد ضمار ويحذيث واحد الخزارة ويحذيث واحد المخاطر كبيرة ولكن من بعد لما تهدأ الأرض كنبقاول نعيش وذك الهزات الارتدادية دي الزلزال فبالنسبة لي أنا مغرب الجزائر البقرة الزلزال الأولى وقعت في 75 لما احتضنت ومولت وهذا هو أخطر ما كان أنشأت دولة ونكنت تستي النزاع في العالم لا يوجد نزاع نجد فيه دولة أنشئت داخل دولة مكيش قد نجد بأن دولة تساند حركة التحرر قد نجد دولة تأوي حكومة منفق قد نجد دولة تمول يعني ذلك التوار بين مزوجتين ضد دولة الجارة ولكن لا نجد دولة اقتطع الجزء من ترابها ومنحته لخلق دولة ليست لها أي مقاومات إلا إلى الجزائر إذن أنا بالنسبة إلي البقرة الزلزالي الأولى وقعت ما بين المغرب و جزائر في 75 وما نعيشه طيلة 30 سنة هي ارتدادات ما هو الذي يميز اليوم هو أنه في السنوات السابقة فذلك السيسمولوج يستعملون ذلك الميبيان ذلك السيسموغرافي كيف يستعملون فكتلقى في السنوات الماضية أو في العقود الماضية كتلقى لانتون سيتي ديال ذلك الزلزال شوية متباعدة و قليلة الآن يعني في هذه الثلاث سنوات أو أربع سنوات الأخيرة يعني لقحت ذلك لانتون سيتي بدأتك تطلع بزاف أما الزلزال رقين اللي رتدادات دياله ما هو الذي يفسير هذا لانتون سيتي دياله هذا البيان الزلزالي اللي بغينا نسميه وهو أنه الجزائر تفاقت لقات المغرب كما قلنا جاب على هذه الدورة خضر الاعتراف الأمريكي وهذا بالنسبة لي أنا أكبر نصر تحقق في هذه العشارية الأخيرة في المغرب فقط لقات بأن المغرب دار واحدة لستزمارات ضخمة في الأقاليم الصحراوية فقط لقات المغرب بأنه يعني جفف المنابع ديالجزائر في الأمريكي لاتين وفي الأفريك فقط لقات المغرب بأنه هو قوة جهوية تضع القوى الأخرى يعني الحسبان لهد القوى الصعيدة ديال المغرب فهذا ما يفسر علش هالتحلوشات وهالتنامي ديال السيفزازات الجزائرية ضد المغرب حتى يعني تبين بأنه رأي الجزائر حاضرة وهذا ما يقوضني إلى يعني واحد القوس نفتحه لوجوء يعني الطغمة العسكرية إلى استقدام ديالعناصر القديمة التي كانت في الهزلولة ديالزلزال وعلى رأسهم العمام روى ومن معه على الاعتبار أن هؤلاء هم الذين بين قوسين يعرفون المغرب ويعرفون كيف يوجعون المغرب ولكن للأسف يعني الناس يعني جابوا الناس يعيشون في كما قلت قبيرا في الاستفافات يعيشون في العصر ديال البلوك إست مع البلوك ويست وانسوا بأن العالم رفع متغيرات وانسوا بأن المعطيات راتب الدلات وانسوا بأن يعني الأوراق الآن احترقت بالنسبة الجزائر وهذا ما يزكي يعني هذا توالي الخيبات ديالجزائر في مواجهتها المغرب رغم يعني الملايير التي تصرفها وتنفقها يعني على اللوبيات وعلى الجماعات الضغطة وعلى وسائل الإعلام الأجنبية لتشويس ورد المغرب ولكن لم تتمكن من ذلك أختم فقط يعني بواحدة الملاحظة وهي أنه كان بعض المؤشرات للناس يعني لا ينتبهون إليها إلا المراقب وهذه المؤشرات متعددة ولكن سأقف عندها ثلاثة منها المؤشر الأول هو أنه المغرب لما نزل بكل اتقل دياله المالي لضخ يعني 85 مليار ديال الدرهم في نموذج تنموذ الأقاليم الجنوبية في الأول كانت 77 من بعد زلنا واحد رالانج توصلنا دبل 85 مليار اللي وصلت دبل الآن 85 مليار يعني لا توجد دولة يعني هذه أرض ديالي أنا كنت أستثمر فيها إذن هذا المساج اللي لم يفهموش لا يفهم الشفرات للسياسة المساج الثاني أو المؤشر الثاني هو أنه الملك لما أخطب في مناسبة سابقة واعتبر بأن المعطية تراتب الدلات وبأن أقادرة أصبحت هي وسط المملكة وبالتالي أصبحنا ننظر إلى الأمور من هذه الزاوية جيوستراتيجية والمؤشر الثالث وهو الميناء ديال الداخلة وهذا الميناء الداخلة يكون على يقين أخي محمود بعد خمس أو أو ست سنوات سيقرب المؤطيات رأسنا على عقب مثل ما قال بها الميناء ديال طنجيمات بالنظر إلى الأبورتي ديال هذك الميناء ديال الداخلة يعني الأطلسي سيغطي واحد يعني واحد المحيط يعني جيوستراتيجي رهيب جدا لي قد يخرج من المغرب يعني رابح من درجة اللولة موسيقى